اشتركوا في القناة وسيتم فتح باب القبول لحاملة شهادة السنوية العامة فيها العام الماضي 2021 ابتداء من يوم الاثنين أول أغسطس المقبل الخميس 18 أغسطس المقبل خلينا نشوف تقرير مهم ونرجع لحضراتكم مرة أخرى وافق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية بحد أدنى 65% للعام الحالي أو العام الماضي والحاصلين على لسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية بحد أدنى تقدير مقبول والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي تفاصيل وضوابط القبول ومواعيد التقدم بدء التقديم للالتحاق الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية أو الحاصلون على المؤهلات الجامعية للعام السابق 2021 ويبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1-8-2022 حتى يوم الخميس الموافق 18-8-2022 ولمدة 18 يوم الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية وطلبة الدور الثاني لهذا العام 2022 يبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4-8-2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31-8-2022 ولمدة 28 يوم الحاصلون على المؤهلات الجامعية لهذا العام 2022 يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15-8-2022 حتى يوم الخميس الموافق 15-9-2022 ولمدة 32 يوم لأول مرة سيكون التقديم للالتحاق بكلية الشرطة لجميع المؤهلات من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ويتم تقديم تيسيرات وخدمات للمتقدمين للاختبارات في إطار من الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التقديم لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات في الحالات الآتية عدم ارتداء الكمامة كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية من يتبين وجود ارتفاع في درجة حرارته بيتم توفير أقصى درجات الحماية من الإصابة بالعدوى الفيروسية من خلال تعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة بصفة مستمرة التيسيرات المقدمة للمتقدمين لكلية الشرطة هيكون إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد موعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم إعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية ومنفذ لبيع الطوابع والدمغة وكذا نسخ الأوراق ومنفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري ومنفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوسائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق ويتمتع الطلاب الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بعدة مزايا في مقدمتها مكافأة طوال فترة دراسته توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه كما يحصل الخريج على كافة المزايا الاجتماعية والصحية ورياضية وثقافية المقررة لضباط الشرطة يخضع المتقدمون لاختبارات محددة باجتيازها سيتمكنوا من الالتحاق بكلية الشرطة ليحملوا مش على أمن وأمان هذا الوطن بعد إعدادهم وتأهيلهم داخل كلية الشرطة على مدار سنوات من الدراسة العلمية والعملية الحقيقة جهد بتقوم بيه وزارة الداخلية واللوقت محمود توفيه وزير الداخلية بيبذل جهد كبير جدا في تطوير الوزارة وقطعات الوزارة وأداءها كمان حاجة مشرفة الحقيقة